موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لكم من الموجزة الرياضية تنطلق يوم أغنى أسبب بطولة بنون الغتالة المختلطة الأولى للهوى والتي يتزامن إقامتها مع انطلاق المهرجان الرياضي يلا رياضة الذي يتنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة الدعوة للجميع بالمشاركة والمتابعة لفعاليات المهرجان الرياضية الذي يهرف لتطوير وارتقاء الحركة الرياضية والشبابية وكذلك تعزيز مبلع الرياضة والصحة لدى أفراد المجتمع البحريني افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية افتتح أولى العيالات الطبية بالمركز الوطني للطب الرياضية تابع للجنة الأولمبية بإدارة الاستشارية المختصة في الطب الرياضي من جمهورية كوبا تشيمبان وذلك بحضور الأمين العام عبدالرحمن عسكر وعدد من كبار المسؤولين من القطاع الرياضية يذكر أن الاستشارية الكوبية تمتع بخبرتنا تمتد لعشرين عاما في علاج الإصابات الرياضية كما يعتبر إضافة للمركز الطبي في تطوير الكوادر المحلية والوصول إلى أعلى مستويات مؤهلة في مجال الطب الرياضي وصلت فتياتنا لحالة نتائجهنا المتميزة في مسابقة ألعاب القواض من دورة الألعاب الرياضية للأندية العربية الثالثة والمقام حاليا في إمارة الشرقة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث شهدت المنافسات تحقيق اللاعب نور جاسم الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرصة فيما حققت أمين يوسف المركز الأول في سباق 400 متر عدو كما حققت العداء دليل عبدالقادر الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر في المقابل حقق فريق فتيات نادي البحرين للرماية ثلاثة ميدالية ملونة حيث نالت لعب موزة بوشيري ذهبية مسابقة الفردي في منافسات المسدس هوائية فيما جاءت زميلتها عائشة هلال في المركز الثاني وعلى مستوى الفرق نالنا لبحرين الميدالية الذهبية بعد تصدر الترتيب العام للمسابقة ترجمة نانسي قنقر